نجيب كوباية من الزبيب وعليها كوباية من الحليب الساخن نبقى مسخنينه ويبقى حليب مغلي نحطه على الزبيب ونستعمل المقادير كلها بنفس الكوباية كوباية اللي استعملتها 250 مل هنقلبهم مع بعض وهنغطيهم ونسيبهم على جنب لمدة نص ساعة بعد مرور النص ساعة هيكون طبعا الحليب برت شوية هناخد بقى الزبيب مع الحليب وهنضربهم في الخلاط كويس جدا بعد ما ضربناهم مع بعض في الخلاط والزبيب بقى ناعم خالص مفيش فيه اي قطع هنجيب معلقة كبيرة من البيكنج بودر او من 15 ل 16 جرام وبعدين هنقلبها مع الزبيب والحليب هنلاحظ الفوران بالشكل ده لان طبعا البيكنج بودر هيتفاعل مع الزبيب وهيعمل الفوران ده وده بعد كده هيخلي الكيكة هشة وجميلة جدا هنضيف عليه بعد كده بطين باكو من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا رشة من الملح نص كوباية من الزيت او 125 ميلي لان احنا هنستعملهم كلهم بنفس الكوباية هنضربهم بقى مع بعض كويس جدا مرة تانية في الخلاط بعد كده هنضيف عليها كوباية من الدقيق او 140 جرام هننخل الدقيق ده بالتدريج هننخل شوية وبعدين نقلب بالمضرب اليدوي وبعدين هننخل تاني ونقلب لجاية لما نخلص كمية الدقيق كلها الخطوة دي ان احنا ننخل شوية ونقلب دي بتخلي الكيكة هشة جدا بنعملها في كل انواع الكيك عشان يطلع معانا هشة واسفينجة بعد كده هنحط نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الزوابان ومعلقتين اتنين كبار من الكاكاو الخام الغير محلة بالسكر هننخل الكاكاو لان بيبقى فيه تكتلات وبرده دا بيساعد بعد كده ان الكيكة تطلع معانا هشة هنقلب الكاكاو لغاية لما الكاكاو يدوب خالص فيه الخليط بتاع الكيك ويختفي كده خلاص خلصنا بقى كل الخطوات وخليط الكيك بقى جاهز معانا هنجيب صنية الفرن يا اما هندهنها كويس بالزيت او هنبطنها بورق الزبدة او بورق الخبز هنحط الخليط بتاعنا في الصينية ونكون مشغالين الفرن على حرارة 180 درجة هنزينها بمكسرات مجروشة وحطيت عليها كمان شوية من حبوب الشوكولاتة او ممكن نجيب شوكولاتة مبشورة ونوزعها على الوش وندخلها فرن سخت 180 درجة لمدة نص ساعة على الرف اللي في النص الحرارة من فوق ومن تحت بعد ما تطلع من الفرن هنسيبها لغاية لما تبرد وبعدين هنقطعها بتبقى طرية وهشة وفي منتهى الجمال مستعملناش فيها سكر خالص استخدمنا فيها الزبيب بدل السكر الزبيب اديها كرمالة وكمان هيديها قيمة غذائية عالية وفي نفس الوقت طعم جميل جدا مع الشوكولاتة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم متنسوش تعملوا لايك على الفيديو وقالوكم بقى مع السلامة واشوفكم ان شاء الله المرة الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر